نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم اتخاذ اي اجراءات غير اعتيادية مؤكدا ان الدولة لم تعلن عن حال الاستعداد القصوى كما تداولت بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وقال رئيس المركز الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم انه لا صحة للاخبار المتداولة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت مبين أنه لم يتم الإعلان عن إجراءات قصوى وذلك إثر حاجة هجوم تعرضت له ناقلتي نفط في خليج عمان